بسم الله الرحمن الرحيم المشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم في هذا اللغاء الجديد من على مزولية لقاء يتجدد اليوم وعدد من الموضوعات والقضايا كالمعتاد مرحبا بكم ما جاء في الأخبار عن الحوار وحوار الآلية السلاسية جاء اليوم أن البرهان رئيس ميليسي السيادة اطلع على ترتيبات بدء الحوار المباشر المزمعين يقادوا قدن الأربعاء يعني الحوار وحوار الآلية السلاسية الذي يتحدث الناس عنه خلال الفترة الماضية سينطلق غدا بمن حضر بحسب ما جرى وما تم في اللغاء الذي تم مع البرهان طيب بحسب الخبر أكد البرهان التزامه باستكمال الفترة الانتقالية وصولا لمرحلة التحول الديمقراطي مجددا دعم المجلس السيادة لجهود الآلية لدفع عملية الحوار بين الفرقاء السودانيين لتحقيق الوفاق الوطني وحل الأزمة السياسية الراهنة والتغى البرهان بالآلية السلاسية المكونة من رئيس بحسب يوناتيمس والمبعوث الأفريقي الخاص محمد الحسن ودلبات ومندوب دول الإيقات إسماعيل إويس وغالى وزير الخارجية المكلف علي الصادق في تصريح صحفي أن اللغاء استعرض الموضوعات التي سيتم طرحها خلال الحوار المباشر قدن والهدف من طرحها والمخرجات المتوقعة من الحوار وأشار إلى تنوير قدمته الآلية للرئيس مجلس السيادة حول سير ومجريات المشاورات خلال الفترة الماضية والخطوات الجارية في أعقاب إعلان بدء الحوار المباشر بين الفرقاء السودانيين الحوار المرتبط بالآلية السلاسية التي يقف على رأسها الفولكر بيرت ومبعوث الاتحاد الأفريقي ودلباد ومبعوث الإيقات إويس الآلية وما جرى حولها وما قيل حولها التغد بالبرهان وواضح جدا أن البرهان بارك مزع الآلية السلاسية طيب سؤالنا من المتحاورون في هذه الآلية؟ يعني هذه الآلية لمن تطرح الحوار الآن إذا كان غحت متبرئة من هذا الحوار إذا كان مجموعة كبيرة من القوى السياسية وخارج القوى السياسية الحزب الشيوعي والحزاب الأخرى كلهم تبرعوا من هذا الحوار إذن مع من ينعقد هذا الحوار؟ طيب نشوف موقف آخر الموقف الآخر ده هو الذي أعلنته غيوة الحرية والتغير أعلنت برضو في تصريح صحفي عبر الناتق الرسمي بإثمها شهاب إبراهيم قال إنه أكد على عدم المشاركة مع الآلية السلاسية في العمل الفني الذي دعت له وغطع في تصريح لصحيفة الجريدة نحن في الحرية والتغيير غير معنيين بغرارات الآلية وتابع طرحنا شكل محدد حول العملية السياسية وغضاياها وطرحنا في هذا الاتجاه يتعارض تماما مع توجهات الآلية السلاسية إذن الحوار هذا ليس فيه المجموعات المرتبطة بقحت ولا التيار الإسلامي العريض ولا الحزب الشيوعي ولا أحزاب كبيرة جدا من القوى السياسية والآن يبارك من رئيس ميليك السيادة في دقاء معلن السؤال الحوار ده مطروح لمنه وما عمنه ومن الذي يرعاه وما هي النتائج المتوقعة منه إذا كان إعلان لمبادئ حوار كان ممكن تكون مقبولة يعني إنه في خارط الطريق بترسم وبتعلن وبتعرض فكان ممكن تكون مقبولة لكن أن تتم العملية بالشكل ده وكل القوى السياسية قالبية القوى السياسية خارج هذا الحوار يبقى تساول كبير جدا هل في عمل الآلية السلاسية هذه دائرة توضح للرأي العام ولجهات محددة إنها في حوار معمول ويتم هل مجلس السيادة والحكومة الموجودة دائرة تقول إنه برضو في حوار يتم حتى لو ما كان حقي الوابح جدا إنه هذا الحوار ليس مغاطع من غالبية القوى السياسية إنما مرفوض من غالبية القوى السياسية غير موجودة فيه فهذا تساول كبير جدا جدا في منحة آخر بالأمس كان الرئيس السيادة البرهان عبد الفتاح البرهان في فعالية افتتاح الأسواق البيع المخفض وحدث يعني موغف تداوله الناس أمس في نطاق واسع في إنه الكهرباء قطعت أثناء وجود رئيس مجلس السيادة وحقيقة في ظل البرمجة والظروف المرتبطة بالكهرباء الفترة السابقة شي طبيعي إنه الكهرباء تقطع لكن الطرفة في أنها قطعت في وجود رئيس مجلس السيادة وفي مكان موجود فيه رئيس مجلس السيادة فده الخل الموغف يعني يبقى مختلف الرئيس مجلس السيادة فأثناء كلامه في الافتتاحة أو في الفعالية دي قال كلام الناس برضو يكفت فيه يعني قال إنه لو قطعوا رقابنا سنظل أو قطعوا الكهرباء سنظل نعمل حتى آخر نفس لحماية هذا البلد ومهما قالوا عننا كغيادة إننا ضعاف نحن بننظر بعيد للوطن وبنعلم الضغوطات والمعاناة التي يعاني منها الوطن خلونا شوف المقطع الذي تحدث فيه رئيس مجلس السيادة ثم نعود لنعلق عليه الوطن ما حقت الجيش ونفس الشغالين دين ما حقين البرهان نحن والوطن المقام عليه هذه الأسواق كلها حقت الشعب السوداني وكلنا نحن كلنا نحن حقين الشعب السوداني عشان كده نحن ما دارين نشكر أخواننا الأقام هذه الأسواق نحن نفتكر لنا هي جزء يسير وعمل بسيط جدا نوفي به الدين حق المواطنين على مؤسستهم العسكرية لأن هذه الأرض كما قلت أرض عسكرية والمنشآت المقام عليها كلها عسكرية نحن ما عملنا حاجة ولا قدمنا حاجة ولا جبنا حاجة من عندنا الوطن حقت المواطنين ونحن حقين المواطنين ونحن بنقول ليهم نحن كلنا قطعوا الكهرباء والله قطعوا رقابنا هنظل نعمل لآخر نفس هنظل نعمل لآخر نفس في عمرنا عشان نحمي هذا البلد ونحافظ عليه ما عندنا حاجة بنخاف منها ولا عندنا حاجة بنخاف عليها لأنه شاهدين قدامنا هدف واحد مهما الناس تحدثوا ووصفوا بأوصاف ذا قالوا القيادة ضعيفة أو أي صفة نحن نقول له نحن عندنا هدف قاعدين عاليه قدامنا السودان بآهله وبناسه الطيبين وبناسه البعاين إلينا ومنتظريننا ننتشيلهم كلنا ونمرق لأهدافهم الضحوا من أجلها سينين كلها نحن دي فرصة أيضا نحيي فيها أهلنا في السودان في كل مكان نعلم النعانة ونعلم الضغوط اللي بعشوا فيها نعلم كل حال يمكن أن توصف به الأوضاع الحالية لكن أنا ماذا أكرر أقوال من سبقوني أقول أننا نحن بقليل من الصبر بقليل من التعني بقليل من النظرة للوطن سنتمكن من أننا ننجز شعارات الثورة شعارات نحن كلنا نؤمن بها الحرية والسلام والعدالة طيب هذا حديث البرهان رئيسنا للإستيادة في برنامج افتتاح أسواق البيع المخفض اللي نفذت القوات المسلحة بالأمس الوقف هنا في أنه رئيس ميليس السيادة والناس كان فيه إشارات كثيرة يعني خلال الفترة الفائتة في أنه فيه حديث عن تعمد لغطع التيار الكهرباء إلى أغراض سياسية هكذا الكلام ده كان متداول في الأوساط العامة الأوساط العادية والشعبية فكونه يغال من رئيس الميليس السيادة أنا أفتكر أن دي عندها وقفة وفيها وقفة يعني في أنه معناه الرواية دي حقيقية أول حكومة وعلى رأسها الرئيس رئيس ميليس السيادة عندها علم أنه في عمل بتم لوقف مسيرة البلد ما هو قالت له لو قطعت الكهرباء ولا قطعت رقابنا نحن حنستمر في حماية البلد معناه هو بوجه رسالة للناس معينين طيب يا سيد رئيس ميليس السيادة أنت رئيس ميليس السيادة أنت الرئيس كيف يعني بتقطع الكهرباء وإنت عندك مؤسسات وعندك دولة موجودة وإنت بتجي تقول الكلام ده في الإعلام يعني بتوصل رسالة للشعب السوداني إنه في فعلا عمل بتم وإنحن ما حنقف ما هي دي الرسالة كده يبقى السؤال أيضا أنه أنت كرئيس كيف ما قادر تحاسب الأجهات المزؤولة عن أنه التيار الكهرباء ينغطع بلا مبررات وبلا مشكلات فنية يبقى البرهان جاوب على السؤال إنه فعلا في مشكلة وفي أزمة هو ما قادر يحلها لكن يبقى الحل ببساطة وبصراحة وبوضوح أنه نحن محتاجين لحكومة محتاجين نكون في وزير طاقة وتعدين أو وزير كهرباء ومسؤولين ورئيس وزراء عشان يحاسب ويزأل ويحاسب ويزأل دي نحن محتاجين لها الاثنين مع بعض فدي ما موجودة ما في حكومة عشان كده رئيس مجلس السيادة الآن بيجي يشتكل المواطنين إنه الكهرباء بتقطع وهو ما عارف وما عنده علم فدي مأساة كبيرة جدا جدا أفتكر إنها كانت في حديث البرهان بالأمس طيب عندنا مشكلة أخرى ومشكلة هي أصلا متواصلة مشكلة الشرق أزمة الشرق شرق السودان وشفنا العام الماضي لما تم إغلاق طريق الشرق لأكثر من شهر وشفنا الخسائر الكبيرة جدا اللي وصلت لمليارات الدولارات من إغلاق الميناء وطريق الشرق والأزمة الخانقة الدخل في السودان وتبعات الأزمة الاقتصادية اللي حتى الآن نحن بنعيشها ودي حقيقة بسبب السيول الأمنية لأنه بقى في السودان الفترة الأخيرة بتأخذ حقك بيدك أهل الشرق والبيجة والمجموعات والنظارات معترضة على اتفاقية جوبا أو مسار الشرق في اتفاقية جوبا ورافضاه واتخذت مواقف سياسية الكلام ده نظريا خطأ إنه في دولة مفترضين أن تكون دولة غابضة وغوية وتقدر تفرط حاجاتها لكن في ظل الظلم وظل الهشاشة بيجة تكفل الشارع ما في الشارع بس حتى في حتات كثيرة في السودان يعني بيغلقت طريق وتحقق المطالب عبر هذه العمليات التي تتم يعني فدي تمت في شرق السودان السنة الفاتت وأثرت تأثير كبير حتى الآن نحن نعيش آثار هذا التأثير الكبير للأزمة التي تسبب فيها إغلاق الشرق طيب تجددت الأزمة الآن وأهل الشرق والبيجة بيقول إنه عندهم مطالب متحققت من العام الماضي وحيلجأوا لإغلاق الطريق الرابط للمواني وطريق العقبة إغلاق الميناء وطريق العقبة بالتالي أنت شليت حركة السودان مطالب يلغى مسار الشرق اللي جاء في اتفاق جوبا والغريبة برغم إنه الغيادة الحاكمة متعاطفة أو متسايرة مع الاتجاه العام في الشرق لكن ما قادرة تلغي مسار الشرق اللي هو جاء في اتفاق جوبا اللي هي بيحتبرها فوق كل الاتفاقيات وهي السلب الرئيسي في الأزمات الموجودة كلها في السودان الآن هي اتفاقية جوبا في المطالبات الثانية بإغالة الوالي عمر أدروب والآن وأنا أتحدث الآن سمعنا خبر أنه تم اتقالة الوالي أو استقالة الوالي التي قدمها عبر ديوان الحكم المحلي ورفعت لمجلس السيادة أنا أفتكر أنه المطالب دي بتاعت الاتفاق الشرقي دي مشروعة يعني لأنه في إطار عادي لأنه في مسارات تجد أقحمتها لسلام دارفور أقحمت الشرق وأقحمت الوسط وأقحمت الشمال وعملت له مسارات وحددت له متحدثين باسمهم بدون مشاور أهل القضية وأهل المصلحة الحقيقية كان ممكن تقيم سلام لجوبا في اتفاقية جوبا لسلام دارفور تحيل مشكلة دارفور بعد ذلك الناس يتحدثوا في أن الاتفاقية دي ظالمة للآخرين أو لا ده موضوع ثاني لكن إخحام الغاليم الأخرى أنا أفتكر أن دي مأساة كبيرة طيب الآن تم تغالث الوالي بحسب ما قيل يعني أو بحسب التصريحات الأولية الإسلوب ده مفترض أنه يتوقف نحن مدارين ابتزاز للدولة مع أنه كامل يعني تعاطفنا مع أهل الشرق في غضاياهم اللي طالبوا بها واللي الآن في أقاليم أخرى حققت بالسلاح وبالاتفاقيات وبالضغط حققت مكاسب كبيرة فبالتالي ما بنقدر نقول لأهل الشرق أنتم ما تعملوا كده من حقكم لكن في الدعوة العامة إنه إخوانا نحن دعنا نمشي لإتجاه دولة المؤسسات يعني حق القلع ده مدارينه لكن المزالة اللي بتقيف على منه بتقيف على قيادة الدولة إنه قيادة الدولة تتحرك في الاتجاه تتفرض هيبة الدولة تفرض العدالة بالتالي اللي بيخرج عن العدالة والدولة يعني الدولة بآليات تتخذ معها لإجراءات المناسبة لكن الآن الدولة في حالة فوضى العدالة مغيبة القانون مغيب مظهر الدولة كده اللي انت بتحس إنه دولة حقيقية ودولة عندها هيبة ودولة انت تخافة وتطمئن لها دي ما موجودة فبالتالي بنشوف المظاهر دي طيب خرج في الإعلام أيضا مالك عقار عضو مجلس السيادة وهو من المستفيدين من اتفاقية جوبا اللي أخذ أدته وضع بقى هو حركته حاكم الإغليم النيل الأزرق وهو عضو مجلس السيادة وأخذ جزائرات وامتيازات يعني هذه الاتفاقية التي أعطت الامتيازات للكسيرين حقيقة مالك عقار هو عند الدراية والدربة السياسية يعني بحكم الممارسة الطويلة هو قاتل ومارس السياسة يعني لكن لمن يتحدث بتحسبه هو عنده الوعي السياسي لكن في نهاية هو عنده أساليب يتخذ بها الأشياء التي هو عائزة يعني بصل للحقيقة التي هو عائزة بأساليب محددة طيب مالك عقار في حديث للشرق وهي قناة الشرق في تصريحات كده شغلت الرأي العام يعني وتحدث عن موضوع الشرق الشرق السودان في قناة الشرق فقال إنه البحث في الشرق السودان ده فوضى وغياب للدولة والمؤسسات يعني الكلام ده قاله مالك عقار ويقصد قضية الشرق وقال إنه المسار ده موجود للشرق وليس لأشخاص فبالتالي هو بيطالب أنه المسار يمضي لأنه جزء من اتفاق جوبا فهم مدارين يخسروا اتفاق جوبا أنا أفتكر إنه الكلام ده برغم إنه فيه جزء من الصحة يعني لكن برضو فيه جانب من المغالطات وجانب من الأشياء الممكن تؤدي إلى فتنة وصراع يعني باعتبار إنه الآن تقسم السودان هو بتحدث عن النيل أزرق إنتو اللي يتكفلوا الشرق نحن نقول نكفل النيل أزرق وهكذا فهي أزمة خلونا نستمع لي مالك عقار ثم نعود اتفاق جوبا ومسار الشرق حتى لو مشوا لأي اتفاق ما هتجيبوا أكثر من اتفاق الشرق جابا لهم في النهاية اتفاق الشرق ده لشرق السودان وليست لمجموعة معينة في شرق السودان حتى تقسيم السلطة فيها وتقسيم الصروة فيها لشرق السودان لكن أنا بشعر بأن العملية بتاع الشرق السودان هي مسيسة واللي أغراض سياسية وأمكن تكون فيه جهات نافذة واقفة وراء القلام دي لأنه يعني لا يوقل أنه مثلا ناظر يكفل بورسودان ويكفل الخطة القومي وفي دولة محترمة وفي دولة عندها يعني حيبتها ما بتحصل طبعا معناته ده بيوحيه أنه يعني قد تكون فيه يعني لعبة ثياسية ولا حاجة اللي حاصل كله أنا ما أبو من بأنه ده يعني بيجي جاي كده من من فراق ولا جاي من أنه شرق السودان خلاص هما يعني طيب على كلام ده ممكن كان يحصل في النيل أزرق ممكن يحصل في دارفور ممكن يحصل في غرب كورتوفان ممكن يحصل في الحتادي ليه بالتحديد بيحصل في شرق السودان وما في يعني ما في قرار ضد يعني لبسط حيبة الدولة في شرق السودان والشيء اللي حاصل في شرق السودان وجزء منه حاصل في القرطوم طبعا وغفل الشواري وغفل النادي هذا ما قاله مالك عقار عن أزمة الشرق والكلام في مضمونه مقبول يعني لكن في بشكل عام قد يكون غير مقبول لأن الأزمة حقيقتها بعد اتفاقية جوبة أزمة مناطق أزمة مناطقية وتكاد تكون عرقية لأنه دخلت فيها تقسيمات السودان غسم لمساراته أنا أفتكر أنه دي بداية تكسيم السودان أصلا يعني الناس ستنتبه للنقطة دي لكن لاحقا أيضا المالك عقار كان عنده حديث والناس برضو ويكفد عنده يعني لأنه تحدث عن موضوع أزمة الدولة والفوضى والمظاهرات اللي بتحصل وقال إنه ما يحدث في السودان الآن هو فوضى وإرهاب وليس ثورة وشبه الموجودين في الشارع بأنهم أطفال دون السنة الغانونية ومكانهم المدارس ومكان الألعاب وليس الشوارع لفرض واقع وأجندة سياسية وقال إنه ما عندهم التصور السياسي أصلا عشان يخرجوا ويقفلوا الشوارع وكلا خلونا نشوف مالك عقار ثم نعود مرة أخرى اللي بيحصل حاسي في السودان ده فوضى وإرهاب ضد الدولة أنا ما بسميها صورة فوضى وإرهاب ضد الدولة يعني بس هنسيقل بيطلع في الشارع يا لتمانية سنة يا لخمساشر سنة شنو الاسباريشنز بتاعهم السياسي هم دائرين اللي وسعلتهم أنه في الشارع وبيطلعوا هنا وعنيفين مطالب بتاعهم السياسية وما شنو الأطفال بيحلهم ميادين اللعب الكلام من ناحية عامة صحيح هناك مشاكل وإزمة مستمرة خروج في الشوارع التتريس إقلاق للشوارع إيقاف لحالة البلد أطفال موجودين في الشوارع فعلا هم ما عندهم تصور سياسي لكن السؤال اللي بيطرح نفسه أيضا في أنه مالك عقار أتى للحكم بهذه الأساليب وغيرها من الأساليب أيضا غير المشروع ضد الدولة إذا كان استخدام السلاح أو استخدامهم في الشارع فهذه آليات وصل بها مالك عقار والآخرين للحكم هي مرفوضة لكن خلونا نتفق فأنه تبقى في مؤسسات تبقى في انتخابات تبقى في دولة عشان نتجاوز المرحل الذي بيبقى شي طبيعي أنه ننتقل انتقال حقيقي لكن لما أنت تكون برّا للسلطة وانت بتحارب وتقاتل وتحمل السلاح وتدعو للعصيان المدني وتدعو للحراكة الجماهيري والشعبي ما تجد ترفضة لمن تبقى حاكم فلا بد أن يكون في قيم سابتة وأصيلة عشان ما تتجزأ المبادئ في أنك انت تطلب الشيء عندما تريده وترفضه عندما يكون عليك يعني تبقى كده المأساة الحقيقية حقيقة المأسي ما هي سياسية وأمنية واقتصادية وماشى من ضمن المأسي الكبيرة جدا ما أعلنه بنك السودان أمس عن طرح ورغة فئة الألف جنيه وهذا وفقا لأحكام المادة ألف ستة من قانون بنك السودان للعام الفين واثنين واستنادا إلى سلطات البنك المركزي واختصاصاته ومزئولياته في حماية العملة الوطنية واستقرار سعر صرفها والعمل على تحقيق الاستقرار الاقتصادي طيب الآن الألف جنيه كان مبلغ كبير جدا أصبحت ورقة واحدة قيمة السوقية فعلا ما قبل فترة حتى الآن لا قيمة لها أن تطرح ألف جنيه في فئة واحدة أنا أفتكري أن أدي معساة كبيرة وده معناها تضخم كبير ومعناها انهيار العملة الوطنية الفئات الصغيرة أصبحت غير مبرئة للذمة يعني أصلا جنيه حديد مافي الاثنين جنيه انتهت الخمسة جنيه العشرة جنيه العشرين جنيه خمسين جنيه اندسرت وأصبحت لا قيمة لها المية جنيه أطعف الفئات الورقية بعدها المتين ثم الخمسمية ثم الألف جنيه إذن نحن في مواجهة أزمة تحتضخم عالي جدا عند انعكاسات طباعة العملة بهذا الشكل يعني الخمسين ألف اللي كان مبلغ كبير بيكون عبارة عن مبلغ صغير جدا يحمل في الجيب الصغير وبالتالي إذا ضغط على العملة ويعني انخفاض في مستوى العملة الوطنية وانهيار كامل عايز معالجات بنك السودان وزارة المالية الدولة الموجودة لا بد من معالجات لإنقاذ العملة الوطنية من الانهيار والتضعضع الكبير اللي بيحدث بعد إعلان فئة الألف جنيه اللي أصبحت أمر واقع بعد أن أصبحت كثير من الفئات غير مبرئة للزمة في السوق وحتى لو هي مبرئة للزمة غير قابلة لأنها يعني تؤدي الغرض في أنها تشتري يعني أبسط حاجة بقى 500 جنيه وما فوق يعني فبالتالي دا يعني ذاته إهانة للجنيه إنك أنت بتتكلم عن حاجة وسيطة بـ 500 جنيه فأنا أفتكر إنه لو كان تمت معالجات بشكل أوسع معالجات اقتصادية واتصاحبتها معالجات حتى في العملة يعني تغيير في العملة بشكل أو بآخر بحسب ما يرى الاقتصاديين أنا أفتكر إنه كان بيكون أفضل أنا أفتكر إنه الوضع الاقتصادي محرج جدا وفي وضع سيء وصعب ويحتاج إلى معالجات وفي تطورات أنا أفتكر إنه غير إيجابية تستدعي أن تكون في معالجات حتى لا تفغد العملة السودانية قيمتها أكثر من كده لأن حقيقة الوضع صعب جدا جدا نزعل الله أن نكون في معالجات حقيقة وشهدين الكرام بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا اللقاء حتى جديد الملتغى في أمان الله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا